جانب جديد وإلى مجموعة من الأخبار المحلية والخبر الأول يلقي جلالة ملك عبد الله الثاني كلمة مسجلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل ويلقي غالبية المشاركين في الاجتماعات من قادة العالم كلمات مسجلة بسبب بروتوكولات السلامة العامة التي فرضتها الأمم المتحدة وعدد محدود من القادة ورؤساء الوفود سيكون كلمات مباشرة داخل مقار الأمم المتحدة وإلى خبرنا التالي حيث باشرت تواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة باستقبال المراجعين من قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الأشقاء مما يخفف معاناتهم وآلامهم وقال قائد قوة المستشفى العقيد الركن زكريا أبو خيط إنه بتوجيهات ملكية سامية وتنفيذا للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في قطاع غزة باشرت التواقم الطبية باستقبال المراجعين وتقديم الخدمات العلاجية المثلة لأهالي القطاع بكل همة وعزيمة واقتدار وبسعي دؤوب وتواصل حثيث من جلالة الملك عبد الله الثاني في الوقوف إلى جانب أهالي القطاع من باب التسهيل عليهم وتخفيف من مصابهم مشيرا إلى وجود كادر من الأطباء والممرضين والفنيين لتقديم الأفضل لهم وتاليا إلى الإجازة الصحفي ليوم أمس حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 920 إصابة يوم أمس وبحسب الموجز الحكومي تم تسجيل 10 وفيات رحمه الله جميعا ليرتفع إجمال عدد الوفيات إلى 10.616 وفاة تاليا أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية دكتورة نجوة قبلات أن درجة الالتزام بالاشتراطات الصحية مرضية وإن كان هناك تجاوزات بسيطة في تعامل معها وقالت قبلات أن الكثير من المدارس بدأت بالعودة إلى الدوام الوجاهي بشكل يومي مشيرة إلى أنه في بداية العام الدراسي كان هناك حوالي ألفين مدرسة بدأت بالدوام بالتناوب وانخفض عددها الآن إلى ألف ومائتين مدرسة وإلى الخبر التالي تمكن الباحثان الأردنيان معتصم العمران وجمان علاوي من الانضمام إلى برنامج نجوم العلوم في حلقته الثانية ضمن الموسم الثالث عشر والتي تم بثها مساء السبت على شاشة التلفزيون القطري أو تلفزيون قطر وقرابة عشر محطات عربية أخرى في وقت واحد وتتمثل فكرة اختراع معتصم العمران في جهاز آلي يقوم ذاتيا بإلباس الإطباء والممرضين والمرضى معدات الحماية اللازمة لهم وتعقيم الفريق الطبي في آن واحد خلال ثلاثين ثانية فقط ويتمثل أيضا اختراع جمان علاوي وهي مهندسة معمارية بوجود جهاز يتكون من جلاية صحون وغسالة ملابس في آن واحد وإلى خبرنا الأخير قال خبير الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم ومدامي أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاعتدال الخريفي لهذا العام سيكون يوم الأربعاء المقبل الثاني والأشرون من أيلول ترجمة نانسي قنقر